بدعوة من رعية قلب يسوع الأقدس تلاعي العلي بعمان نظمت مجموعة العائلة المقدسة أم النور يوم الثلاثاء الماضي أمسية تضامنية مع مرضى السرطان تحت عنوان الاهتمام بالجسد واجب المقدس اجتملت الأمسية التي أقيمت في قاعة كرم مسيح الرعوية في كنيسة تلاعي العلي قلب يسوع الأقدس على محاضرة قيمة للتوعية بمرض سرطان الثدي والكشف المبكر بهذا المرض ألقى الدكتور مروان العكشي مستشار أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع دعا فيها جميع النساء بضرورة التوجه إلى الجهات المختصة والمعتمدة لإجراء الفحوصات الذاتية والسريرية والإشعاعية للوقاية من هذا المرض منوها إلى أهمية خروج المجتمع والمرأة بالذات من الهواجز المرتبطة بثقافة العيب وعقب إلقاء المحاضرة التي شهدها عددون من المهتمين من الجنسين أقيم قداس إلهي عن نية مرضى السرطان تلا ذلك ساعة سجود لفت من الكنيسة لحتى نعبر عن تضامننا ومحبتنا لها المرضى من صليلهم نحترب يرفع صليب الألم عنهم ويعطيهم الشفاء التام أكيد بجزء مرض السرطان بمس اليوم شريحة لبأس بها من المواطنين من الناس ولكن أكيد هذا المرض بحاجة إلى أولا إيمان قوي معنويات قوية وأيضا متابعة العلاج الرب قادر على كل إشي وأيضا الطب يتقدم في هذا العلاج لهذا المرض اليوم تحياتنا لجميع المرضى نتضامن معهم نصلي من أجلهم ونقدم كل الإكرام وأيضا التقدير لهؤلاء المرضى شهر التشرين الأول هو شهر توعيين في سرطان الثدي وزي ما منعرف هو الرقم واحد بين الإناث في المملكة ومشكلة تواجهها عدد كبير من السيدات وبإذن الله إن شاء الله بنسلط الأضواء على النقاط اللي يتوجب أجست حماية نفسها من هذا المرض والوقاية منه والإطلاع على أحدث طرق العلاج وبإذن الله تكون فايدة عامة على الجميع